بعض الازمات لن تحل بكل هذه المسكنات احنا امام قضية من القضايا الاسف المحزنة الان ان الناس في مصر مكبوتين هنجيب لكم بعد شوية تقرير عن ارتفاع حالات الاكتئاب في مصر ووصل من ربع الشعب 50% عندهم اكتئاب 25 مليون فالناس تعمل ايه داخل مصر؟ داخل هذه الحدود فظل المناخ وظل البيئة وظل القهر اللي هم فيه مفيش منفذ ان هم هربوا النهاردة معانا احصائية للأسف يعني تحزن جدا الموقع ايطاري بيتكلم عن المصريين التفشانين الهربانين من الواقع المصري بيتكلم عن قزمة مصر الاقتصادية الشديدة وراء تزايد الهجرة من تونس ومصر عايز انا خاص لك اللي قالوا لان الحقيقة هم اتكلموا في الموقع الايطالي ده عن الازمات الاقتصادية وعن اعدام الكاتاكيت اللي مش لا يتاكل هم نفسهم كاتاليان بيقولك احنا بنقرأ الكاتاكيت مش لا يتاكل بيعدموها ما بالك بالانسان لا يستطيع ان يوفره الان طعام للحيوان فما بالك بالانسان بيكلموا عن ارقام وسط الطفش اللي هرب اللي وصلهم كاتاليان العام الماضي 16275 مواطن مصري هربوا عبر الحدود الليبية رجبوا حضرتك اللي هي السفن الغير شرية وصلوا الى الحدود الايطالية والان موجودين رقم 16275 طول السنة بنسمع عن غرق سفن بنسمع عن ضبط ناس على الحدود امبارح طبعا سارتنا لحضراتكوا اول امبارح 13 مصري اللي كانوا في التريلة في صندوق تحت التريلة وضع لا ادامي المشكلة ايضا ان اشقانا في تونس تقريبا نفس المعدل 16130 مواطن تونسي هرب ايضا من البحر ويا سبحان الله التشابه بين ثورة الياسمين وثورة يناير اللي جاءت للشعبين بالعزة والكرامة الانسانية حين تبددت بانقلاب عسكري وانقلاب دستوري يبقى مصر و تونس اللي اتنين اكتر دولتين بيهرب اولادهم ويتفشوا ويرموا نفسهم في البحر ويطلع الطاليان والصحافة الايطالية تتكلم عن هذا الامر طبعا البيانات محزنة جدا جدا انا مش عايز اعز لخصتكم الموضوع انما واحدة من نواب الشعب النائبة ناشوة الشريف بتتكلم عن الواقع المزري والاكتئاب والاحباط الذي اصاب المصريين واضطرابات النفسية في هذا الوقت نسمعها ونشوفها ونرجعتين موضوع النهاردة الصحة النفسية والرفاهية للجميع هذا شعار اليوم العالمي لصحة نفسية اللي احنا اشتركنا فيه طيب المصريين بيعانوا بنسبة 25% من الاكتئاب والامراض والاضطرابات النفسية ده بقى خلينا نقول انه نتيجة لازمات متلاحقة عالمية بالتأكيد نتيجة لمرض العين كالكورونا بالتأكيد ولكن ماذا نحن فعلنا ليه يعني مواجهة هذا المرض اللي خلينا اقول لحضرتك انه هناك دراسات تتحدث انه في عام عشرين تلاتين سيكون هو اشرس الامراض التي ستؤثر على الانتاج للأسف انا ما شفتش ان احنا كلينا يعني عملناه واضح وبشكل صريح من قبل الوزارة لا ما شفتهاش نهائي نحن نتحدث عن عدد الانجازات التي تحدث في الدولة المصرية المصريين لا يشعرون بها اه لا يشعرون بها لماذا لان المصريين يعانون وهم ضحايا بالفعل لهذه الامراض اللي احنا من النحية التانية ما منعالجهاش نحن نتحدث عن حالات انتحار عالية نحن نتحدث عن حالات من الهرجالة وعدم النظام في الشارع المصري حالات قتل كثيرة تحدث والله سيادة النائبة ناشوة الشريف هي كلامها في احصايات رسمية معروفة ان الان للأسف الشارع المصري 25 مليون ويزيد على فكرة كلام ده قاله الدكتور احمد عكاشا من حوالي 34 سنين ان كان نسبة الاكتئاب داخل مصر 25% اعتقد النسبة الان بعد 4 سنين بعد كل ما حصل وصل 50% يعني نص الشعب عنده اكتئاب وعنده احباط احنا بنشوف على فكرة وبنسمع ومتواصلين مع اصدقائنا واهلينا ازاي الامر وصل هذا المعنى خليه حتى ربع في المية ربع فيه 50% ربع الشعب 25 مليون نسبة مزعجة جدا لان الاسف مفيش يا جماعة ما انا بقولك المفروض في اي دولة مدنية فيه مؤسسات خدمية فيه خطة مؤسس مارية فيه شكل من اشكال الدولة ما عندكش عندك فيه واحد حاكم بامره فقط والباقي السيكريتاريا حتى الوزراء الجدد ست اللي جات مكان الست اللي وزيرة القوى العاملة اللي كان ابناه قاتل اتنين في امريكا نبينا مكرم جابوا واحدة جديدة اسمها سوى جندي كان وزيرة الهجرة كانت برضو كانت معاها مش عارف كانت نائبة او وكيلة معاها طلع برضو تكلمك على ان احنا ازاي كنا صبقين في ان احنا نحمي ولادنا في روسيا اوكرانيا يا سيادة الوزيرة روسيا اوكرانيا ايه اللي انت ساعتك ان انت انقصي فيها الطلاب بولادك وفي متواصلة بشكل دائم مع الطلاب المصريين في روسيا اوكرانيا يا سيادة الوزيرة صراخات وشوفنا المتشردين بتكلمة عن الخارج ايه والداخل نفسه الناس بتتلظى كمدا ونارا وحرقة من الواضح اللي انا عشان بس نفكر ساعاتي كان هنفكر بعض يتفت وبعض الصراخات والاستغاسات اللي كان اولادنا في اوكرانيا يعني خلونا اول نسمع تصرحاتها ونرجع تاني برضو نفكر على طول بفيديو كده من ايام الاستغاسات اللي كان لأولادنا بيعملوها ولا زالوا بيعملوها يا حديثك احنا على تواصل مباشر مع الطلبة في الدولتين في اوكرانيا وفي روسيا طبعا احنا يعني مش عايزين ننفق ان احنا كاملين السابقة في ان احنا من الاول مقامة الحرب الاوكرانية نقلنا في جسر جوي كل الطلبة مش كلهم يعني معظم الطلبة اللي معدد ضخم منهم اللي موجودين في الاماكن النزاع نقلناهم في جسر جوي الى مصر اللي احنا حرسين على ابناءنا يعني مش عايزين ان احنا نضحي بيهم يعني فهذه النقلة سببت لنا ان احنا معاملين آليات علشان الطلبة دول نحاول ان احنا بقدر امكان ندمجهم في الجامعات المصرية سواء كانت الجامعات الخاصة او جامعات الاهلية او الجامعات اللي هما يقدروا ينضموا ليها وفي نفس الوقت فيه تحدي الخاص بان هما اوراق معظمهم 99% من اوراقهم ان لم يكن اكثر من النسبة 99% موجودين في الجامعات اللي هما سابوها فما عندهمش اي اوراق ثبوتية تقول هما مين ولا جامعاتهم ايه دخلنا فيه يعني يعني بايلامة جامدة جدا ازاي ان احنا نظمنا آلية وهذه الآلية هي آلية ازمات للتعامل مع هذا الوضع احنا لازم حد يتصرفوا ينزلونا الوضع هنا مش مستقر احنا الضربة والقصف بدأ من الساعة اربعة صبح واحنا فعلا من ساعتها ما حد شعرت ينام ما حد شعرت ينام ما حد شعرت يعد في بيوته ما حد شعرت ينزل السوبر ماركتات كلها فضيت وفيه ناس تتربوا منهم الإجلاء فارجوكو لو حد يعرف يوصلنا لأي حد في مصر ان السفارة تتصرف ارجوكو أي حد يحاول تتصرف ساعة الوزيرة اللي هي اصلا لم تكن متواجدة خلال هذه الازمة تقول لك احنا عملنا وعملنا 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 عملت ايه معي الوزير هنسمعك صوت طلاب مصر طالب طالبة المصر اللي بتكلم عن السفارة اللي بترد على بعد 72 ساعة 3 ايام عشان ترد عليها ونشوفي طاق احد الطلاب الفرين قدم يعني ماشي سيرا على الاقدام عشان يفر اليوتيوب يا فندم والله ابو الارشيف لا ينسى أبدا يا سيادة الوزير انت داخلها داخلها كده على فكرة برضو ماشي حينفع يعني كونوا اكثر انصفة مع انفسكم قبل ان تكونوا اكثر انصفة مع الشعب نفكر ساعتك ماذا حدث لطلابنا هناك في اوكراني طلاب المصريين ماشي بقاله 3-4 كيلو ولسه ماشي 12 كيلو يعني مش هازينه هو اللي واضح ان الكاذب أصبح حصري على المسؤول المصري المسؤول المصري كان وزير او محافظ انه اللي لم يجذب على نفسه ويجذب على الناس يبقى ده مش شغال الانجازات يا مجموعة من الاكاذيب لابد ان تصاق بس بشكل حلو بشكل جميل يعني ويطلعوا دلوقتي يكلمون عن انجازات لم نشهدها ولم نعرفها ولم نراها